إذا أويت إلى فراشك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخسته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي الكريم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة لوكله النبي بحفظ أسير عنده قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول النبي الكريم فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخسته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخسته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات تذعم أنك لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي النبي الكريم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال وما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح فقال النبي الكريم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذلك الشيطان في صورة إنسان طبعا يعني يبدو أن آية الكرسي بنص حديث رسول الله الصحيح تبعدك عن وساوش الشيطان وعن الكوابيس والمنامات المزعجة والخوف والقلق والإحباط والتشاؤم لكن بمعناها الله لا إله إلا هو ما في غيره هو الغني هو القوي هو الرحيم هو الرزاق هو الفعال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه لا يؤثر شيء في شيء إلا بإذن الله لا يؤثر شيء في شيء سلبا أو إيجابا إلا بإذن الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم أيها الإخوة ومن نصائح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أيضا سادسا قراءة المعوذات ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بها ما استطاع جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة فطلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل قلت ما أقول قال قل هو الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقرأ المعوذتين حينما تمسي وتصبح ثلاث مرات يكفك من كل شيء وفي رواية ما تعوذ الناس بأفضل منهما بالمعوذتين ما تعوذ الناس بأفضل منهما وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته في غزوة إذ قال يا عقبة قل فاستمعت ثم قال يا عقبة قل فاستمعت فقالها الثالثة قلت ما أقول قال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه ثم ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد إلا بالمعنى الدقيق يعني وقاه الله من كل شر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه وذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك أيها الإخوة هذه بعض توجيهات النبي في مواجهة وساوس الشيطان وفي مواجهة السحرة والكهان وفي مواجهة العرافين والكذابين ما ذكرت هذه الخطبة إلا لكثرة من تشر بين المسلمين لجوء الجاهلات الغافلات ولجوء الجاهلين والغافلين إلى العرافة والسحرة والمشعوذين وقد ذكرت لكم في الخطة السابقة قصة تشعر منها الأبدان عن هذا الذي انتهك أعراض مئات النساء وصورهن باسم فك السحر والشعوذة وتعوذة وما إلى ذلك شكراً لكم